أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران لن تنتظر إلى الأبد لإحياء الاتفاق النووي وقال متحدث باسم الخارجية أن الوفد الإيراني لن يعود إلى محادثة بينا إلا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق تبادل للاتهامات بين إيران والولايات المتحدة كل طرف يتهم الآخر بتأخير العودة إلى الاتفاق النووي آخر المواقف أتت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الذي أكد أن إيران لن تنتظر إلى الأبد لإحياء الاتفاق في الحقيقة ليس لدينا جواب نهائي من واشنطن بعد إذا أخذنا أجوبة تتلاءم والأسئلة التي طرحناها عندها يمكننا العودة إلى فينا في أقرب وقت ممكن ليس لإجراء مفاوضات جديدة لكن لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حول النووي يجب إذن انتظار رد واشنطن خطيب زادة حمل الولايات المتحدة مسؤولية توقف المحادثات معتبرا أن الاتفاق في متناول اليد إلى حد كبير وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد اعتبرت أن المحادثات لا تزال تواجه عددا قليلا من المسائل العالقة مضيفة أن مسؤولية اتخاذ هذه القرارات يقع على عاطق طهران وأهم هذه المسائل بالنسبة لإيران هي رفع الحرس الثوري عن قوائم الإرهاب كما تحاول طهران الحصول على ضمانات بعدم انسحاب واشنطن مستقبليا من الاتفاق وتنتظر طهران جوابا حول رفع العقوبات الاقتصادية وتحديد إطارها الزمني أسئلة ومخاوف إيرانيا لا تزال بحاجة إلى أجوبة أمريكية وإلى حينه سيبقى الاتفاق معلقا غير أن طهران لن تنتظر إلى الأبد على حد قولها للنقاش ينضم إلينا من باريس الباحث في العلاقات الدولية طارق وهبي ألم بك أستاذ طارق إلي طهران تصر على رفع تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية هل يوصل هذا الطلب الاتفاق إلى طريق مسدود؟ مساء الخير يا سيدي وشكرا للاستضافة نعم يا سيدي نحن الآن في طريق مسدود لأن هذا السؤال وبالتحديد الذي له علاقة بالحرس الثوري الذي يطرح داخل الكونغرس وحتى عدد من الديمقراطيين لا يوافقوا على هذا الموضوع وأنا برأيي حتى اللحظة ما تطلبه إيران هو سقف عالي وبالتحديد موضوع رفع الحصانة أو رفع الموضوع الإرهاب عن حرس الثوري وهذا لا يمكن أن تصدره أمريكا في هذا الموضوع ممكن أن يكون هناك فزلكة في هذا الموضوع بمعنى أن يعتبر الحرس الثوري أحد الأجزاء المهمة في الجيش الإيراني وأن لا يتعاطى الذين نسقوا في هذا الموضوع هناك ما يسمى نوع من مخرج لهذا الموضوع بالتحديد كما قلت لك أن يكون الحرس الثوري داخل ما يسمى القيادة العسكرية أي الجيش الإيراني ولكن حتى اللحظة يوجد في الكونغرس نوع من معارضة شريسة إن كان جمهورية وحتى ديمقراطية ضد الرئيس بايدن لاتخاذ هذا القرار هل هذا الرفض في الداخل يعني داخل الكونغرس هو التحدي الرئيس أمام إدارة بايدن أم أن هناك أمور أخرى سيد طارق لا يستطيع أحد أن يراهن يا سيدي نحن أمام أيضا مرحلة قادمة من انتخابات النصفية في البيانات المتحدة الأمريكية ولا يستطيع لا الرئيس بايدن ولا حتى الحزب الديمقراطي الخوض في هذا الموضوع جراء ما يحصل بالتحديد في أوكرانيا وجراء ما يحصل من لقاء لنقول جيو سياسي ما بين إيران وروسيا إذن كل هذه المواضيع التي هي حكما سياسية وحكما تسيطر على أصحاب القرار إن كان في الاتفاق النووي وحتى في الاتفاقات التي تجري الآن في أوكرانيا هذا كله لا يستطيع الرئيس بايدن وحتى الفريق الحاكم الديمقراطي أن يسمح بعودة الحرس الثوري ورفع ما يسميها الصفة الإرهابية عن الحرس الثوري علما أنه كما قلت لك هناك البعض من يتزاكى بموضوع أن يدخل الحرس الثوري داخل ما يسمى الجيش الإيراني وأن ننسى كلمة الحرس الثوري وأن يغض النظر عن هذا الموضوع لا شيء مقبول للطرفين حسب تسريبات من مسؤول أمريكي قريب من مسار هذه المفاوضات ما الذي يمكن أن يحدث تحدثنا عن الانفراجة إذا كانت تنازل يمكن أن يحدث هذه الانفراجة من أين يمكن أن تبدأ؟ أنا باعتقادي الإيرانيين هم الآن بحركة هجومية فقط لا يوجد أي موضوع دفاعي هم وضعوا كل الأسئلة لدى البيت المتحدة الأمريكية والبيت المتحدة الأمريكية دعنا أن نقول أنها بفخ محكم الآن بمعنى أنها إما تجيب إيجابيا على ما تطلبه إيران وإما ستدخل بما نسميه العودة إلى أن تكون خارج الاتفاق نو وأنا باعتقادي سنكمل بعدم الوصول إلى حل لأن حتى اللحظة حتى الأوروبيين لم يعودوا ينتظروا من كل الطرف لكن سيد طارق هناك من ينظر إلى أن رفع السقف في هذا التوقيت هي جزء من المناورات الإيرانية لكسب مزيد من الوقت ورفع نسبة التخصيب التي وصلت إلى 60% أصلا صحيح يا سيدي وهذا عبر المخابرات الإمكانية الأمريكية وحتى الإسرائيلية التي استطعت أن تعطي حتى أماكن تواجد بعض المواقع التي يتم فيها التخزيب اليوراني وحتى يتم فيها نوع من تجارب صاروخية يعني لصواريخ طويلة المدى قد تكون الحشوة فيها حشوة نووية وللأسف الشديد نحن أمام تسارع للموضوع البحث العلمي والبحث التقني للوصول إلى القنبلة النووية أو الوصول إلى السلاح النووي في إيران وهذا نعم هناك من يلعب على الوقت توليات المتحدة الأمريكية التي هي الآن ليست أولويتها هذا الاتفاق وما يحصل في أوكرانيا هو أولويتها تنسى أو تتناسى أو حتى ترسل رسائل لحلفائها داخل الاتفاق النووي بوقف السماع لأي مطالب إيرانية وهذا إيران تستفيد منه في الوقت الحاضر لكي تطور ما يحصل وأنا باعتقادي لن تترك الساحة بهذا الموضوع لأن إسرائيل تحاول وبقوة أن تصل إلى ما يسمى نوع من تخريب داخلي لهذا الموضوع في داخل إيران وقد نسمع ممكن في أيام قريبة أن يكون هناك عملية إسرائيلية قد تقوم بها إسرائيل في أحد المواقع الإيرانية لأنه لا يمكن الاستمرار بإعطاء الوقت لإيران لتطوير هذا السلاح الرهيب طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك